موسيقى أسعد الله مساءكم مشاهدين الكرام نحييكم في حلقة جديدة من برنامج ملف خاص نفس جديد للمؤسسات العمومية رسم للأهداف المستقبلية تطوير للقطاع العام بتكامل تام مع التوجهات الاستراتيجية مشروع إصلاحي يستهدف القطاعات الرئيسية تسريع لورش إعداد السياسة المساهماتية للدولة تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية جعل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية محركا للإندماج القاري والدولي خاصة في القارة الأفريقية شركات إرادية مع القطاع الخاص في إطار من التكامل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الدينامية الاقتصادية الوطنية كل ما سبق ذكره غيض من فيد جاء في مجلس الوزراء الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس يوم السبت الماضي في القصر الملكي بمدينة الدار البيضاء وشهد المصادق على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة بالحديث بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع يسرني أن أرحب باسمكم مشاهدين بضيوف الكرام والبداية من اليمين معك دكتور بدر الزار الأزرق البحث في قانون الاقتصاد والأعمال أهلا مرحبا مرحبا كما يسرني أن أرحب بالأستاذ علي الغنبوري رئيس مركز الاستشعار الاقتصادي والاجتماعي مرحبا دكتور والختام من مسك مع الدكتور زكريا فيرانو أستاذ الاقتصاد وأيضا بجامعة محمد الخامس بالرباط تخصصات تتشافى وتنتقارب مرحبا بك دكتور إذن دعونا نؤثر للنقاش لطالما كان القطاع العام في مجموعة من الدول خاصة الاقتصادات التي تبحث عن موطئ قدم كان معارقلا للإصلاح القطاع العام كان بمثابة عب على خزينة الدولة لماذا؟ لأنه ببساطة حقوق دستورية تؤدى عبر مؤسسات عمومية منوط بها تقديم الخدمات للمواطنين ولكن الاقتصادات التي تحولت جعلت من القطاع العام مساهم في خلق الثروة مساهم في إنشاء فرص عمل مساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وفي نفس الوقت يجعلك تتمركز حتى على مستوى الرؤى الاستراتيجية الخاصة بدولتك لا وطنيا ولا حتى على المستوى الدولي هل نحن اليوم أمام تجسيد لمشروع إصلاح القطاع العام الذي ورد في خطب ملكية متعددة في افتتاح البرلمان في كثير من المناسبات أنا أكيد دخلنا مرحلة متسارعة من الإصلاح بعد خطاب صاحب الجلالة في دورة أكتوب 2020 أمام البرلمان صحيح يعني كانت توجيهات صاحب الجلالة واضحة بشأن تسريع إصلاح يجب الإصراع بإصلاح عميق للقطاع العام القطاع العام يعني بطبيعة الحال يعني كانت أطالة انطلاق لتسريع وطيرة الإصلاح الإصلاح كان قبل ذلك ولكن كانت وطيرة الإصلاح بطيئة سبيل المثال حين نتحدث عن تحويل مجموعة من المكاتب إلى شركات عمومية نصوص القانونية كانت جاهزة مثلا عن المكتب الوطني السيكي الحديدية أو غيره يعني النصوص التسريعية واللي قد درنا واحد إعادة الهيكلة لهذه المؤسسة أو غيرها من المؤسسة كانت جاهزة ولكن الوثيرة كانت متباطئة شيئا ما صيق لم ينضج بعد بالنسبة لمشهد الاقتصادي الداخلي حتى على مستوى أدوار الدولة كانت في إطار المراجعة اليوم لأن اليوم نحن نتحدث بصدد الدولة اليوم أدوار الدولة هي لم تعد كذلك كأدوار الدولة التي ورثناها فعد الحماية الدولة فعد الحماية يعني مجموعة من القطاعات الاقتصادية بإكمالية كانت الدولة تزدخل فيها عبر هذه المؤسسات كانت تسيرها تستغلها تديرها تدبرها هو الذي كان له يعني هو كان متفهم خلال هذه الفترة الدقيقة من تاريخ المغرب ولكن للأسف كانت له أطار في البيع على تطور القطاع الخاص في مجموعة من المجالات ولكن مع بديل الثمانينات مع تكرار مجموعة من الأزامات المرتبطة بالاقتصاد الوطني يعني كان من بين الحلول المقترحة هي مراجعة أدوار الدولة والتحول إلى إعادة النظر في طريقة عمل المؤسسات العمومية وفي نفس الوقت المقاولات العمومية وأن هذه المؤسسة المقاولات العمومية تساهم في تقوية القطاع الخاص وتساهم في تأدية مجموعة من الخدمة الطبع الاقتصادي والاجتماعي وفي نفس الوقت لا تشكل عباً على موازنة الدولة إذن اليوم هذه التولات المملكة المغربية اليوم ستحاول أن تحصله من خلال هذه الإصلاحة الجدرية اليوم في المشهد المؤسسات العمومية وكذلك المقاولات العمومية من خلال جمعات المرتكزاتية سبع مرتكزات جاء بهذه الإصلاح وفي نفس الوقت عبر إحداث بنية جديدة هي الوكالة التي سوف يعهد إليها بتدبير استراتيجي المساهمة التولة إذن اليوم نحن أمام واحدة السياق متسارع أمام تغيير الأدوار الدولة على المستوى الاقتصادي والاجتماع وغيره فبطبيعة الحال كان يجب أن يكون هناك إصلاح حتى على مستوى المؤسسات حتى على مستوى المقاولات العمومية من أجل أن تساير هذه التغييرات على المستوى الاقتصادي الداخلي والخارج أيضاً نعم مستدر علي تسريع ورش إعداد السياسة المساهمتية للدولة ماذا نقصد به هذا الورش كيف يمكن أن تكون هناك عقلاً لهذه السياسة المساهمتية ونحن اليوم إن عطينا بعض الأرقام لدينا من سنة 99 إلى 2019 أكثر من 177 منشأة جديدة تم أحداثها من طرف الدولة بمعنى آخر هناك نوع مما يسمى بالشتات المؤسسي اليوم هذا الشتات لا يساهم لا في تنافسية ولا حتى في تأدية الأدوار الرئيسية المنطبة بهذه المؤسسات في إطار استراتيجي ولا حتى في خلق الثروة وفرص العمل التدبير المساهماتي للدولة كيف سيكون؟ أكيد أن التدبير المساهماتي للدولة أولاً أكد كما قال أستاذ بدر هذا ورش مالكي بامتياز لأنه نتعلق برؤية وبتوجه مالكي سواء من خطاب العرش للـ 2020 أو للخطاب الافتتاحي للبرلمان في 2020 وكذلك هذا الورش هو جزء لا يتجزأ من المنظور الكلي ديال التنمية الشاملة التي يعرفها المغرب تحت اللواء ديال النموذج التنموي الجديد علاش باش نجاوبوا كيفاش غيكون عالتدبير استراتيجي خسنا نجاوبوا علاش اليوم نفكر في هالطريقة الجديدة وفي هالتوجه الجديد فيما يتعلق بتدبير ديال المساهمة ديال الدولة سواء في المؤسسات العمومية أو في الشركات أو للمقاولات العمومية علاش درنا هادشي لأنه كين تشخيص تابت الوضع الاقتصادي في المغرب والمساهمة كذلك ديال هاد المؤسسات ما ننسوش إحنا طيلة عشرين سنة كنديرو 30% من ناتج الداخلي الخام ديالنا في الاستثمار طيلة عشرين سنة وإحنا في هاد المستوى من الاستثمار للأسف النعكاسات الاقتصادية والنعكاسات الاجتماعية والمرضودية اللي كنا كنت نتضروها من هاد المجهود الاستثماري القوي لهاد المؤسسات وهاد المرافق هي كان عندها دور كبير فيه ما كانش على حجم الانتظارات ديالنا قد عدنا 200 متمح ويراق فقط في مجال ديال طانجة الجديدة قوي عدنا نساب ديال النمو ما قدرناش أننا نفوتوا في أحسن الأحوال 1.4% مستوية ديال الفقر قد عدنا مستوية ليه مقلقة كذلك النساب البيطالة ما قدرناش نهبطوا في أحسن الأحوال على 8.8% وبالتالي كان لابد أنه نمشيوا في إطار واحد صياق تنموي جديد لهذه المؤسسات هم المحرك الأساسي دياله لأننا تتكلموا على مؤسسات اللي مثلاً في 2023 كان عندها تقريباً 90 مليار ديال درهم ديال استثمار كان عندها واحد الرقم ديال المعاملة تنشيف رضافر اللي كيتجاوز 305 ديال مليار ديال درهم بتالي ندويع دهüne على واحدة المؤسسات اللي عندها مساهمة قوية سواء في الاقتصاد وفي التدوير دي كافة المشاريع الاستراتيجية بالنسبة لمغرب في الطاقة ندويع على هذه المؤسسات في الصحة ندويع على هذه المؤسسات في المشاريع الهيكلية الكبرى اللي عرفها المغرب تندويع ل هذه المؤسسات وبالتالي كان لابد أنه نضيف لبينة جديدة من لبينات الإصلاح الشامل اللي كعرفه المغرب والذي يعرفوا التوجهة النباوي في المغرب لهذا إذا شفت جيداً هذه المرتكزات السبعة اللي جاءوا أو التوجهات السبعة اللي جاءوا في هذه الخارطة الطريق اللي خرجوا به المجلس الوزاري ديال السياسة المساهماتية ديال الدولة تيبال لك التوجهات جديدة تندويو كتوجه أول أن هذه المؤسسات مطلوب منها أنها تساهم معنا في خلق نوع من العدالة المجالية فيما يعلق بالتنمية سنعود ربما للأهداف المتوخط وهذه الركائز السبعة ولكن بقدر ما نريد أن نضع إطار عام نوعاً ما دكتور زكري كانت الدول تلجأ في بعض الأزمات لخص خصة القطاع العام لبيع أصول الدولة كحل من الحلول اليوم هذه المؤسسات أيضاً لدينا فيها التي يعني تعاني من المديونية وهناك مؤسسات أخرى ربما لم تحقق حتى الأهداف وننتحدث عن المقاولات العمومية لم تحقق الأهداف المرجوة من تأسيسها لذا نتساءل ما الدور الذي سيكون منوض بالوكالة الوطنية لتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة والتي جاءت بنص قانوني 82-20 وجاءت بدعوة ملكية لإحداثها وهذا الهيكل الناظم بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية يعني لديه أمد زماني خمس سنوات حدد مسبقاً ولكن ما هي الخطوات التي قد نلحظها لتؤدي دورها بخدمات عمومية سليسة وذات جودة عالية ولكن في نفس الوقت أن تساهم وتكون رافعة فيما تفضل به أستاذ الغنبوري الركائز السبعة ومن أبرزها أكيد مساهمتها بالسيادة بمختلف ألوانها أولاً اسمح لي أن أضع الإطار العام يعني كأكاديمي لكي يفهم المشاهد عن ماذا نتحدث عندما نقول مساهمة الدولة ماذا يقصد بمساهمة الدولة؟ أولاً لتبسيط الأمر هو أن الدولة المغربية هي مساهمة في بعض الشركات والمؤسسات العمومية التي يصل عددها تقريباً إلى أكثر من 280 مؤسسة عمومية نعم وهناك بالإضافة إلى ذلك أكثر من 40 أو 48 شركة مساهمة أو ما يسمى بلاصوسي التانونيم التي تتواجد في هذه الدولة كمشارك أو كما يسمى أكسيونير داخل يعني في رأس المال وهنا هذا تقريباً إلى جمعنا هذا العدد هو يأخذنا إلى أكثر من 502 مؤسسة التي تكون فيها الدولة مشارك مباشر أو غير مباشر داخل إطار القانوني لهذه المؤسسات أو هذه الشركات اليومني كنت حدثت على هذه المؤسسات هذا إلى اليوم لكي نكون صارع صرحاء لا نعلم ما هي المساهمة الحقيقة للدولة داخل هذه المؤسسات كرقم؟ نعم ما عندنا ناشط الرقم لماذا؟ لأن للوصول لهذا الرقم يجب أن يكون عندنا ما يسمى بإطار محاسباتي ما يسمى بالكونسوليديشن أي مندمج ما بين جميع المؤسسات وهنا الخبراء في ما يسمى بالأكاونتينج أو المحاسبة أو الكونتابيتي يعلمون هذا الوكالة التي تحددتم عنها الوكالة الوطنية التي تم إنشاثها من أجل تدبير هذه المساهمة هذه الدولة من الأمور المهمة أو من الأمور التي وضعت في النص القانوني هي أن تعطينا نظرة حقيقية لمساهمة الدولة في هذه المؤسسات إلى اليوم أقولها وأنا مسؤول على ما أقول لا يوجد رقم حقيقي حول مساهمة الدولة داخل هذه المؤسسات لماذا لا يوجد رقم حقيقي؟ لأنه أمر صعب سيدي نوفل عندما نتحدث مثلا على صندوق الإداءة والتدبير تعلمون أن صندوق الإداءة والتدبير له أكثر من 432 شركة يساهم في صندوق إداءة التدبير إذن إذا تسألت بطريقة مباشرة ما هي مساهمة الدولة في جميع المؤسسات لا يمكن أن أعطيك رقم اليوم لذلك فإذا أردنا أن ندبر هذا القطاع بطريقة صحيحة طريقة عقلانية طريقة اقتصادية يجب على الأقل أن يكون عندي رقم يؤسس لهذه المساهمة الحقيقية هذه النقطة الأولى النقطة الثانية لماذا اختيار هذا المشروع لكي يصبح ورشا ملكيا علينا أن نعلم والمواطن عليه أن يعلم على أن هذه المؤسسات هي متواجدة فينا جميع التراب الوطن إذا أخذنا التقسيم الجغرافي فمؤسسات التي تساهم في الدولة متواجدة في كل شبر من كل جهات المملكة لذلك فهي القادرة الوحيدة على أن تلعب الدور المنطبئة فيما يسمى به الجهوية المتقدمة والعدالة المجالية وهنا لا أريد أن نذكر أسماء هناك المكتب الشريف للفصفات هناك كذلك لوني ما يسمى بالمكتب الكهرباء والماء إلى آخر إلى آخر هناك كل هذه المؤسسات إذن إذا كنا نريد أن تكون هناك جهوية متقدمة حقيقية وفعالة لا مناص ولا بد إلا أن نمر من المؤسسات العمومية ثانيا ثالثا هو أن جميع الاستراتيجيات اليوم التي تضعها الدولة سواء في التحول الرقمي سواء في التحول المالي سواء التحول الطاقي هي تمر عبر هذه المؤسسات العمومية والشركات إذا أخذنا اليوم من يقود قاطرة التحول فيما يخص مجال الطاقة هو المكتب الشريف للفصفات الذي ينتمي إلى 44 شركة التي هي مساهمة فيها الدولة كليا بمئة في المئة وإذا أخذنا مكتب الشريف للفصفات فنحن نعلم أنه عنده العشرات من الشركات تنضوي تحت لوائه هناك الأوسي بي ما يسمى أمريكا هناك أفريكا إلى آخر إلى آخر إذا أردنا أن يكون هناك تحول في القطاعات الحيوية فلا يمكن أن يكون إلا عن طريق هذه المؤسسات في النظام المالي حتى وإن كان لا يمثل كثيرا في مؤسسات دولة تقريبا 7 أو 8% ولكن على رأسه من تجد تجد شركات كبرى أو صناديق كبرى مثل صندوق الإداءة والتدبير مثل ما يسمى بالكريدي أغريكون إلى آخر إلى آخر يعني إذا أردت أن تقوم بالتحولات الهيكلية في الاقتصاد الوطني لا بد أن تمر عن طريق المؤسسات العمومية صحيح الآن أجيب على سؤالك تفضل الآن إشكالية المرتبطة بهذه المؤسسات العمومية نجد على أن 30% من هذه المؤسسات تشتغل في ما يسمى بالقطعات الاجتماعية نتحدث عن الصحة نتحدث عن التعليم ونتحدث كذلك على ما يسمى بالخدمات الأساسية الماء والكهرباء كل هذه الشركات المواد الأساسية أو الخدمات الأساسية فيتكون في غالب الأحيان غير ربحية ليس غير ربحية يعني يجب إصلاحها لا لأنها تعنى بما يسمى بالخدمات الأساسية للمجتمع لذلك يجب هيكلة هذه المؤسسات لكي تكون أكثر نجاعة بالنسبة للمواطن وكذلك بالنسبة للقتصاد لذلك فعلى الوكالة التي تم إحداثها يعني بأمر ملكي وكذلك بنص قانون أن تكون لهذه النظرة الشاملة أولا عن طريق ما يسمى بالنمدجة المحاسبتية وبعد ذلك أن يكون هناك توجه استراتيجي كيف يمكن حل حالة هذه الإشكاليات وضيف آخر كلمة نعلم على أن هذه الشركات والمؤسسات تضيف أكثر من 20 نقطة في الدين الخارجي الدين العام للخزانة و70% عندما تضيف مؤسسات العمومية تضيف 20 نقطة نمر إلى تقريبا 94% إذن حل حالة الإشكالية المرتبطة المؤسسات العمومية والشركات العمومية كذلك هي حل حالة غير مباشرة لإشكالية المرتبطة بقانون المال صح وهي جزء يعني تستنزف ما يعادل 15% من الناتج الوطني الخام للمملكة صح وهنا وحديثكم يدور حول النجاعة ربما الحكامة إعادة الهيكلة ولكن في نفس الوقت الجدوى يعني هذه المؤسسات اليوم حين يعد لها ورش من أجل أن تكون رافعة للتنمية لتغذي الاقتصاد بدينامية جديدة لكي تكون أيضا ذات بعد استراتيجي في تواجد المغرب مع شركائه خاصة كما قال البيان مع القارة الأفريقية هنا نتحدث عن نموذج الاقتصادي لهذه المؤسسات وقد نميز وصحح إن كان الأمر خاطئ ما بين المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية لأن فيها أدوار كما تفضلت الدكتور زكري قد يكون دور اجتماعي حقوقي دستوري له علاقة بخدمات عمومية لابد أن تقدم للمواطن دون أن يكون فيها الهامش الربح مرتفع أو حتى الغايات الربحية واردة لذلك في التمييز فيما بينهما هل من نموذج اقتصادي يحتاج إلى إعادة نظر أو إعادة هيكل من أجل أن تكون بالفعل مؤدية للوظائف التي رسمتها نحن أركز على الشيء لأن تحدث الأخوين على مجموعة من التوجهات الإصلاحية اليوم الرامية إلى تجاوز كل مكان من الخالة التي سبق وأن تحدثت معنا وهي معروفة هي مسألة التنصيق والتشبك ووضع رؤية وتوحيد الأهداف وجعلها متناسقة مع الأهداف التنموية والاستراتيجية الكبرى للمغرب هذا أحد أهم الأشياء والتي أيضا وردت في المرتكزات وهذه منها بين أهم الأدوار المنوطة اليوم بهذه الوكالة اليوم لأن لم تكن لدينا لوحة قيادة موحدة لم نكن نعلم شيئا عن رؤوس الأموال وطبيعة المساهمات وطبيعة الدعم المؤسسات التي تستفيد من دعم مباشر لحجم ديون وغيره من هذه الأشياء المؤسسات التي فشلت وفي نفس الوقت لم يكن هناك في هذه الوحات القيادة مؤشرات التتبع والنجاعة والتقييم وغيره إذن اليوم نحن بصداد كما قلت هناك تغيير أو تغيير هادئ ومتسارع على مستوى هذا المشهد حتى تتمكن هذه المؤسسات اليوم من أن تكون رافعة حقيقية لتسريع الانتقال الاقتصادي وانتقال الاجتماعي وتحقيق الآدف التنموية اليوم بالنسبة لمملكة المغربية لمسألة الجهوية التي تحدث عنها لا يمكن تحقيقها بشكل المطلوب إلا عبر هذه المؤسسات والمقاولات لمسألة تهيئة نسيج الاقتصاد والمقاولات المغربي لموجهة التحدي ترى ديك تولوتين في الاستثمار القطاع الخاص على ما يمكنش أننا غادي نبلغوها لو مدخلناش هاد المعامل دي المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية فالرفع وتهيئة القطاع الخاص لهذا التحدي لأن اليوم بالإضافة للشركة اللي هي مسايمة فعلا فيها هاد المؤسسات وهاد المقاولات لدينا مئات بالآلاف الشركات المغربية لوجودها هو مرتبط بهذه المقاولات هو مرتبط بهذه المؤسسات العمومية في أعمالها اليومية إذن اليوم حتى جزء من تهيئة المشهد المقاولات اليوم هو مرتبط إذن عدنا مجموعة من المعادلات واللي جات في إطار المرتكز تمت الإشار عليها ولكن عدنا فاش كان جيو لمقاولات العمومية وكان جيو لمؤسسات العمومية رغم صعب أننا سنتعاملوا مع بنفس المنطقة المقاولة الخاصة لأن بعض المرات كما أشرت الأسد نفل تدخل الاجتماعي بالاقتصادي وما سنعطي الأولوية فيه خاصة لأن فاش كان جيو لمؤسسات اليوم مثلا توزيع الماء والكهرباء وغيره واش نتعامل معها بالمنطقة الربحية واش غادي نحرر الأسعار وغنجوز منطقة الدعم وغنجوز نفس المقاربة التي كانت تعمل مع القطاع الخاص كانت تعمل مع المؤسسة كنت أن هذا شيء صعب ولكن مستحيل يمكن اليوم من خلال هذه الواكلة ومن خلال هذه الرؤية الجديدة ومن خلال هذه الأدوار الجديدة للدولة كذلك يمكن أننا نوجد نموذج كما تحددت عليه الذي سيحاول يخلق واحد التوازن بين المتطلبات الاجتماعية التي لا يمكن أن نجوز عليها فالصيق الصعب وبين كذلك الجدول الاقتصادية اللي نحن لدينا لموذج اقتصادي هره جات به الجنة وعطتنا الملامح لديله وإكد عليه صاحب الجلالة في مجموعة من الخطب والخارجات الإعلامية إذن خلصنا نبلغه وعندنا صقف زماني هره ما بقاش مسموحنا الخطأ ما بقاش مسموحنا التأخر وما بقاش مسموحنا هضر الزمن التنموي لا ينكر أحد على أن هذه خطة خطة إصلاحية بكل ما تحمل الكلمة من معنى وكانت يعني على مدى سنوات فيها مجموعة من التحركات ومجموعة من المخرجات ما هو قانوني ما هو هيكل تنظيمي إلى غير ذلك ولكن ما بين الواقع السعلي ولن نكون سوداويين لأن هذه المؤسسات العمومية والمقاولات هي التي اليوم تؤدي نتائج تنعكس على الاقتصاد الوطني هي ذاتها التي تمثل يسير جدا من الاستثمارات العمومية وهي ذاتها التي تخلق فرص الشغل خاصة المناصب المالية القارة إذن ما بين قصص النجاح المسجلة خاصة في الطاقة على سبيل المثال للحصر ما بين الركاز الأساسي التي وضعت منها تعزيز السيادة الوطنية في مجالات عدة أي المجالات التي تبدو قابلة للنجاح على مستوى المنظور المقبل خاصة أنه المغرب يعني اليوم لدينا إطلاق أوراش مفتوحة ولدينا شراكات متعددة ولدينا عمل متعددة الأطراف ولدينا مشاريع ضخمة وضخمة جدا قد نذكر على سبيل المثال للحصر مخرجات النموذج التنموي ولكن أيضا مونديال 2030 أكيد أتفق معك أستاذ نوفل غير هو الذي يريدنا أن نتفق عليه بشكل جيد وهو أن هذه المرتكزات السبعة ليس فقط بحدها هي التي توصلنا للنجاح وتوصلنا لإنجاز هذه المهام بالشكل المطلوب وإنما مجموعة من الأشياء لفع ما هو مالي وفع ما هو قانوني على سبيل المثال هذه السياسة اليوم هذه الملامح أو المرتكزات السبعة التي خرجت في المجلس الوزاري هي تتم أو تنفيذ لما ورد في القانون الإطار للإصلاح المؤسسات العمومية والمقاولات المقاولات العمومية وكذلك هو تنفيذ لما جاء في القانون الذي تكلمت عليه دي الوكالة 82 82 82 وابتالي هذه السياسة ماشي معزولة على الصياق الإصلاحي الكبير الذي دشنوا المغرب منذ انطلاق في هذه العملية دي إعادة إصلاح هذا القطاع الستراتيجي هو قطاع المؤسسات والمقاولات المقاولات العمومية وبتالي هذه لابينة إضافية لنضاف إلى اللابينات الإصلاحية الأخرى لأن إذا شفتي اليوم مسألة الإصلاح خاصة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي والشأن النموي بشكل عام هي متعابطة لا يمكن تحييد إصلاح على باقي الإصلاحات اليوم هذه المرتكزات التي جاءت في هذه السياسة التي جاءت في هذه المنظور الجديد سياسة المساهمات الدولة يجب أن نحلها بدقة أولا من المرتكز الأول هو المرتكز للسيادة الوطنية والأدوار التي يمكن تلعبها هذه المؤسسات فيما يتعلق بالسيادة الوطنية سواء في الطاقة سواء في الأمن الغذائي سواء في الماء سواء في الصحة سواء في النقل هذا تحديد المجالات اليوم سيتم تعزيز الأدوار هذه المؤسسات والمقاولات العمومية فيها بمعنى أن اليوم هذا محدد حتى المجالات التي لا يتمش فيها خوصصا ويتم فيها تعزيز الأدوار هذه المؤسسات في هذا الاتجاه من اللي جاندوي مثلا على البعد القاري البعد القاري لأن المغرب اليوم طموحه التنموي ليس مرتبط فقط غير بالمجال الوطني هو منفاتي نحن أمثلة أكثر مثلا نحن نتحدث عن السيادة في النقل اليوم لديك أوراش مفتوحة كبرى على مستوى مثلا الناقل الوطني خطوط الملكية المغربية خطوط الملكية المغربية لديك ربط سكاكي بالقطار فائق السرعة وهذه مبالغ مالية ضخمة وضخف هذه المؤسسات على يمكن أن نعتبر مثلا البراق قصة نجاح من المداخيل المالية الربط بين الشمال والوساط هل لا يمكن أن نعرف شيء غير نفتوحة هذا غير مثلا بسيط لتعطي للناس المؤسسات الناجحة والذي فيها أيضا الاندماج القاري وربط مشاريع استراتيجية أنا أشترى بين قوصين لأن كنت تحدثت وأنت أشترت قبلها لمسألات السعودية والسعودية راح ماشي جميع المؤسسات أو المقاولات يمكن ذكروا أنهم كانوا قصة فعش سر أو شكلوا عبء على موزنة الدولة أو القتلصات المغربي لا أنت ذكرت قصة نجاح الآن ولكن اليوم أنا فاش نشوف القتلصات المغربي قصة النجاح الرئيسية فيها مرتبطة بقطاع الموانئ وقطاع الموانئ اليوم رأينا وكلت طنجر المتوسط لأدارة عامل كبير وجبار وخلقتنا واحد البنية تحتية يمكن اليوم انتقال الاقتصادي في المغرب يدينوا لها بالشيء الكثير إذن اليوم وحتى مقاولات الآن اللي خرجت من تنظيم المينائي القديم بحل مرصامة روك وغيرها إذن اليوم حتى قصص نجاح تتكرر إذن اليوم كيفما رجع ورجع الكلام لقل أستاذ فرانو قبيلة رام سألت تسريع الانتقال تحول الاقتصادي في المغرب اتنمية الجهوية وغيرها رأي اليوم هي مهمة أساسية والمرور عبر بوابة الإصلاح المؤسسات العمومية والمقاولات هو مرور ضروري ومؤكد غير أن السؤال اللي يقلت السعالي أنه لديك أوراش يسم تسريعها وست لن أقول تستنزف المحفظة المالية للدولة ولكن ستأخذ حيزهام جدا من هذه الاستثمارات فلن نطلب النجاح لهذه المؤسسات بشكل فوري على مستوى النموذج الاقتصادي على مستوى المساهمات الاقتصادي على مستوى عقلنة المساهمات المالية للدولة لأنها جاءت في إطار تسريع عدد من الأوراش التي ترتبط بأوراش أخرى مثلا كما قلنا البوراق أو القطار فاكس سرعة مع كأس العالم أو تعزيز الأسطول الجوي للاراق لكن هذا ما يعنيش أنه خلقه وحدة دينامية تنموية بدويون اللي ممكن أنها تأدي إلى مشاكل فيما يتعلق بالقترب مثلا مثلا تندوي على المكتب الوطني للسيكاك الحديدي راح حجم ديون دياله بشكل كبير جدا اللي كندو مثلا على المكتب الوطني الماء والكهرباء نفس الشكل اللي كندو على الخطوط الملكية المغربية راح كندو على نفس الشكل وبتالي اليوم أنا أعتقد أن السياسة المساهماتية ديال الدولة الجديدة راح تلمفهم ديال الأكسيوناريا اللي جابتو اليوم اللي جاليوم راح ما كانش قبل راح كانت تدبير منطق الإدارة العمومية اليوم عندنا تدبير آخر مبني على الأكسيوناريا مبني على النتائج مبني على المرضودية مبني على خلق التوازن مبني على الحكامة الجيدة مبني على التدبير المالي الجيد مبني كذلك على التدبير دي للمواريد البشرية وكان تكامل فيه في ما يتعلق اليوم رم طلوب من هذه المؤسسات أنها تساهم معنا كذلك خلق التنمية خلق العدالة المجالية فيما يتعلق بالتنمية اليوم هذه المؤسسات كذلك رم طلوب منها أنها تحفز لنا القطع الخاص وأنها ستحفز لنا هذا القطع الخاص ستحفز لنا هذا القطع الخاص من خلال المجموعة الشراكات من خلال كذلك تتخلي على المجموعة المجالات التي ينفيهم هذه المؤسسات أنه يتم الخاصة المجموعة المقاولات والمؤسسات العمومية تمشي في هذا التجاه خارج الدائرة الأولى التي يجبها هذه السياسة العمومية وبالتالي اليوم نحن منطق جديد منطق تدبيري جديد ونحن أمام نمط جديد في التدبير اللي ممكن أنه يساهم لنا بشكل قوي في أنه تكون عندنا مرضودية مبنية على التوازن ليس فقط اليوم هو نخلقه مشاريع ونخلقه هذا ولكن الأساس كذلك هو تكون عندنا مرضودية ويكون عندنا توازن مالي اللي يضمن لنا استمرارية هذه المشاريع ويضمن لنا كذلك حتى السلامة للمالية أو للصحية ديال هذه المؤسسات وخليها قادرة أنها تلعب الأدوار دياله صحيح وفي أيضا في الركاز الأساسي دكتور زكريا هو شركات إرادية مع القطاع الخاص ونحن شهدنا أن المملكة حتى حين تعقد الشركات والقطاع الخاص لا نقصد القطاع الخاص فقط في المملكة المغربية ولكن القطاع الخاص الأجنب الذي يأتي للاستثمار وشهدنا مؤسسات كثيرة جدا تكون حاضرة في زيارات ملكية عبر توقيع مذكرات تفهم مع هذه المؤسسات والمقاولات العمومية التي هي الأخرى تساهم في تطبيق مشاريع استراتيجية بمعنى آخر أنها حاضرة في الشركات الدولية اليوم القطاع الخاص هو الآخر الذي يتحمل جزء من المسؤولية بأنه قد جزء منه لا يثق بهذه المؤسسات المقاولات العمومية جزء آخر كان يتحدث عن غلاف مالي ضخم وضخم جدا مستحقات مالية لم يحصل عليها أو يكون تأخير بسبب الضغط على الميزانية العمومية وفي نفس الوقت المجالات التي قلتم قبل قليل قد تكون في هذه المقاولات أو المؤسسات وفيها شق خدمات يكون فيه هامش الربح أقل هل يمكن خلق مثل هذه الشراكات وما هي المتطلبات التي قد يعرضها القطاع الخاص على مؤسسات ومقاولات عمومية لشراكة ناجعة أولا يجب أن نعيد لقيصر ما يعود لقيصر أولا يجب أن نعتبر على أن نحن لا بدأ من الصفر يعني أن المغرب ودولة عريقة يعني منذ الاستقلال والمؤسسات العمومية هي متواجدة واليوم هذا العمل كانت تقوم بهم مديرية كبيرة في وزارة المالية تسمى مديرية المؤسسات العمومية وكذلك الشركات أو الشركات المؤسسات العمومية الشركات العمومية وهذه كانت تقوم بدور مهم جدا هناك تقارير التي تخرجها كل سنة حول وضعية هذه الشركات ومؤسسات العمومية اليوم خلق الوكالة هو إضافة وليس بدء من الصفر هذا أمر مهم جدا لماذا؟ لأن الوكالة سيكون عليها حوكمت مساهمة الدولة وهذا مهم جدا لماذا؟ لأننا ننتقل من فكرة هي أن الدولة كانت تعتبر نفسها يعني كفاعل حقيقي في حكامة هذه المؤسسات وحكامة الشركات اليوم الدولة تريد أن تصبح مساهما ما يسمى بليطة أكسيوناير وهذا متواجد في عدة دول اليوم لكي نصل إلى هذا الهدف قبل أن نتحدث على القطاع الخاص الآخر لكي نصل إلى هذا الهدف هناك إشكاليات كبرى أمامنا وأظن على أن كانت الإشارة لها في السبع اقتراحات أو السبع استراتيجية التي تم تقديمها من صاحب الجرل أول شيء هو الإطار القانوني لهذه المؤسسات العمومية اليوم عندما نريد أن نتحدث عن المؤسسات العمومية فهي مؤسسات عمومية بنص القانون يجب أن تتحول إلى شركات مساهمة حتى يمكن أن يدخل فيها ما يسمى من التغييرات الجدرية والحكامة وكذلك التكلم على ما يسمى الربح والخسارة إلى آخره الأمر الثاني المهم جدا أنا لا أتفق مع فكرة على أن المؤسسات العمومية والشركات العمومية يعني كانت في خسارة أو هناك عدم وجود أرباح إلى آخره أنا أختلف كثيرا لماذا؟ لأن المؤسسات العمومية والشركات العمومية التي كانت عندها خسارة هي ليست خسارة هي كانت تدعم الشق الاجتماعي والشق الاجتماعي هو صحة هو تعليم هو كذلك بنية تحتية وكذلك خدمات عمومية وهذا تتحمله الدولة يعني عندما نتحدث على المكتب الماء وكمكتب الوطني للماء والكهرباء فهو يتحمل عبء القيمة الحقيقية للماء والقيمة الحقيقية للكهرباء وفي أي تبدوبات للسوق سواء من ناحية الغاز من ناحية الشربون من ناحية كذلك هو من يدفع الفاتورة ليس هو ما الدولة تتحمل الفاتورة نعم يعني أن الإشكالية ليست إشكالية ربح أو خسارة هناك سيكس ستوري يعني هناك مثلا تجد المكتب تشتريف الفصفات تجد كذلك الصندوق الإدعاء والتدبير هناك شركات عمومية رابحة جدا وتعتبر من نقول بطريقة وباخرى تعتبر من البقارات التي منتجة بالنسبة للمغرب على الصعيد الاقتصادي الآن أظن على أن أقرب السؤال بطريقة أخرى أظن بأن هذه الشركات وهذه المؤسسات العمومية تشتغل مع القطاع الخاص اليوم التحدي ما هو التحدي هو أن يصبح هذا الاشتغال أكثر نجاعة وأكثر قوة في المستقبل اليوم عندما قلت في البداية قلت على أن مكتب مثلا صندوق الإدعاء والتدبير يشتغل مع ما يسمى لفليال يعني مساهمته أكثر من 438 شركة شركة في القطاع الخاص يشتغل مع المكتب الشريف الفصفات أخذ كمثال كذلك مكتب الشريف أعتذر أخذ كمثال مكتب الشريف الفصفات فقط إذا أخذنا يعني ما يسمى ببعض يعني بعض الفليالة ما يسمى بالفوندسيون يعني شو تسمى بالعربية مؤسسات مؤسسات المكتب الشريف تشتغل مع أكثر من 500 ستارتاب يعني 500 شركة ناشئة ناشئة وهناك كذلك ما يسمى بالقطاع يعني قطاع الخدمات للمكتب الشريف الفصفات لفيه أكثر من 390 شركة من القطاع الخاص اليوم ما هو الإشكال الحقيقي هو أن تصبح جميع المؤسسات العمومية وجميع الشركات العمومية على خطة هذه السيكسي ستوري يعني على خطة هذه الشركات أن تصبح لها عندها مناولة مع القطاع الخاص أن يصبح عندها هدف مرتبط بالتشغيل هدف مرتبط كذلك بالضخط تكنولوجي اليوم نحن نعلم على أن النموذج الذي يذهب إليه للمغرب هو أن يكون الاقتصاد الوطني يبنى على الإيسيميز أو الشركات الصغرى والناشئة ذات التكنولوجيا الأعلى يجب على الشركات العمومية والمؤسسات العمومية أن تكون داعمة لهذا الاقتصاد الذي يذهب من الشركات الصغرى والمتوسطة إلى الشركات الكبرى لذلك فأقول بأن الخطوة الأولى المهمة جدا أن نعلم حقيقة ما هي مساهمة الدولة أين تتوقف مساهمة الدولة في القطاع الاقتصادي وأقول لك بيني وبينك وبين المشاهد كذلك هو أنه سنكون مندهشين سنجد على أن الدولة في نطاقها المساهمات تصل إلى عدة قطاعات التي هي رائدة على الصعيد الوطني ليس فقط من الناحية الجهوية ولكن حتى كذلك من الناحية الاقتصادية نحن نتحدث على دراع استثماري يصل إلى أكثر من 150 مليار تعلم عندما نتحدث في قانون المالية نقول بأن 350 مليار استثمار دولة فيها 150 مليار استثمار مؤسسات عمومية وشركات عمومية يعني بطريقة أخرى إذا أخذنا قانون المالية بطريقة مندمجة سنجد على أن المغرب ليس عنده عجل في الميزانية عنده فائد في الميزانية إذا أخذنا الشركات العمومية لذلك فاليوم أظن بأن الرؤية التاقبة لصاحب جانسة الله هو أن يتم استعمال هذه القوة وهذه الأدرع لكي تكون دافعة للنمو ليس داخل المغرب فقط ولكن كذلك في المنهجية نحو اقتصاد جنوب جنوب وأظن أن الشركات قد بدأت هناك المكتب الشريف وصفات متواجد في أفريقيا هناك كذلك اتصالات المغرب الدولة مساهمة في اتصالات المغرب هي موجودة في أفريقيا ما يسمى ب المكتب أو صندوق الإدعاء والتدبير هو متواجد في أفريقيا كل هذه المؤسسات هي متواجدة في أفريقيا صحيح حتى في مجال الطاقة نشاهد من خلال هيدراتو أيضا المعادن وهو يدخل في مشاريع استراتيجية مع نيجيريا أنبوب الغاز وأمور كثيرة أخرى حتى في كأس العالم المستثمر الأول في كأس العالم الآن هو صندوق إدعاء والتدبير صحيح في البناء التحتية ولكن لماذا تسألنا حول القطاع الخاص وهل هذه الشركات الإرادية ستكون ذات جدوى لأن في المغرب قصص نجاح كثيرة في القطاع الخاص ولطالما حظي بالإشادة هذا القطاع الذي هو الآخر ساهم في نهضة حقيقية هو الآخر مشغل أيضا رئيسي هو الآخر لديه انتشار على المستوى المجالي وفي نفس الوقت لديه القدر على التمويل يعني لا يمكن أن نخفل مثلا أهمية القطاع البنكي في أي شراكات ستعقد مع القطاع العام وبالتالي يخفف بعض الشيء من الأعباء على المحفظة العمومية القطاع الخاص قادر على أن ينسجم وهل بالفعل القطاع العام الذي هو جزء لا يتجزأ من الإدارة وصل إلى مرحلة من المرونة من السلاسة من تبسيط المساطر لكي يكون على نسق واحد مع القطاع الخاص ولن تكون هناك تفاوت في السرعات على الأقل فعلا أستاذ أظن من تمانينيات نهاية تمانينيات القرن الماضي كان هناك توجهون واضح نحو إرادة الإصلاح كانت تحاضرة ورأينا هدف مجموعة من المؤسسات اللي اسبق أنها خضعات للإصلاح أو كانت نقدر نعتبرها مختبرات للإصلاح قبل أن ننطلق في هذا الإصلاح الشامل قبل أن نمر المرحلات لأن نمرنا مراحل الخسخصة التحرير الخدامات وغيره هذا كلهم تجارب مر بها المغريب في تمانينيات وتسعينيات سنة القرن الماضي قبل الوصول اليوم والحديث بأن اليوم عندنا واحد ركام من التجارب ركبناها طيلة السنوات الماضية اللي سنقدرون نحق بهذه المرتكزات ونقدرون نحق بهذه الأدافة التنموية إذن اليوم كما شفنا بأن كان عندنا الإشكال اللي تروح هو أول شيء طريقة تدخل الدولة في هذه المؤسسات وطريقة تدبيرها في هذه المؤسسات وبطبيعة الحال كانت نوصص القانونية تؤطر والهيكل التنظيمي وبطريقة الاختلاف طرائق العمل وأنماط العمل نجعل بأننا من الصعب في بعض المرات لعمل بشكل مشترك أو خلق جسر أو أننا المؤسسة العمومية ستتعامل مع القطاع الخاص كشريك ماشي كواصي أو كمتحكم فيه أو هذه الأشياء وبطريقة العلاقة التي كان فيها خلال طيلة سنوات كي قلت أنت أشرت في فترة من الفترات إما نعيدا امتقاء أو تردود أو تخوف من التعمل قطاع المينائي قطاع المينائي قبل الثمانينيات كان يصير من طرف ريجي أحد المؤسسة اللي عهد لها بتدبير الموانئ التي وردت عن فترة الحماية سبير تستمر تقريبا من 63 طريقة أمين معظم الموانئة المغربية لحتى 84 حتى السكتر القلبية الاقتصادية للمغرب ولكن ظهر بأن طريقة التدبير القطاع المينئ اللي هو عصب الاقتصاد المغربية ماشي ناجحة جاء المقترح بعد ضغوط مؤسسة مالية اقتصادية دولية ندوزه درنا المكتب لضيب أنا ذاك المكتب الوطني الموانئ إذن هاتتتجربة بنفسها واللي المغرب أنا ذاك قل مؤسسة الاقتصادية المالية الدولية هذه غير مرحلة انتقالية نحاول نجرب نحره مع الخدمات ولكن تحت الويصاية ونحاول نخلقه فاعلين لأننا مكنش لننا فاعلين خواص مغاربة داخل القطاع المينائي وبدأت هاتتجربة 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 يلغة تصلنا في بداية الألفية الثالثة نقولوا بإنا نقدروا لأن نخلقوا وكالة ولكن وكالة شنو دورها قلنا بإنا دور الدولة من خلال الوكالة سوف يقتصر فقط على التدبير أما الاستغلال والتفويت والخدمة سوف يفوتون القطاع الخاص ودرنا واحد الأيطار القانوني خاص وهنا سوف يخرج في 2005 وهذا النص هو موجود إذن المسألة الإصلاحية كانت حاضرة غير دائما الصيق لم يكن ملائم كنا ننتظر نجاح بقية التجرب أنا أتذكرها كريم غلاب ووزير النقل والجهز أنا ذاك في بداية في العقد الأول من هذا القرب فأسألوا على مسألات علش في السلطة وتجربة ميناء تنجر المتوسط على بقية المنظمة المينائية المغربية قالوا هذا مختبر وهذه تجربة ننتظر إن نجاح حتى نعممها على بقية القطاع المغربية إذن اليوم هذه مسيرة الإصلاح اليوم وصلنا للمرحلة أن عدد كبير من المؤسسات اليوم رأي رجع على شركة وعدد كبير كينتظر غير رجحت وشريحت بشترجع نعم رأي جميع القطاعة رأي في الإعلام تفادر نحن كنا حاضر عن المسيرة دي للتحول لمؤسسات العمومية اللي كانت تقدم خدمات اليوم لشركة خاصة وشفنا بأن هذه الأليات اليوم لأننا رجع عند لغة وحدة لعند الشركة العمومية أو الشركة الخاصة إذن وحدنا نحترى مستوى اللغة طريقة التعامل فتحنا المجالات المنافسة لأننا بعض المرات رأي جميع ملقى قطاعات الاقتصادية كانت تنخى نوقع بهذه المؤسسات العمومية قبل أن نمشي لدور هذه المؤسسات والمقاولات العمومية في أن تواكب المشاريع الاستراتيجية وتخلق لنا شركات ولقد شهدنا نعطي الأمثل ربما فيما بعد بشركات مصرية خليجية عظمى وكبرى التي كانت هي بوابة مصر مثلا لدخول أفريقيا في المنشآت والبنى التحتية أخرى في الطاقة كانت بوابة أيضا للمملكة العربية السعودية أو للإمارات العربية وغيرها من الدول ولكن ألا تخشى على هذا الشتات الموجود فيما يخص مجموعة من المؤسسات يعني مثلا وسأعطي مثال وربما قصة نجاحية الأخرى قد تغيب عن البعض الشركة التي كلفت بسوناجس التي كلفت بتسيير وصيانة الملاعب الملاعب الجيل الجديد لأنه في الجينغاسيون منها مراكش أقادير طنجة إلى غير ذلك كانت جيدة بالمقابل ملاعب أخرى كمولي عبدالله وملعب فاس وغيره كانت هناك بعض المشاكل اليوم على مستوى هذه الشركات هل سيكون هناك تقنين هيكلة حكامة تجميع بعض الشتات فيما يخص مجموعة من المؤسسات الوكالات المقاولات العمومية التي ربما تقوم بأنشطة قد تكون احتكارية ولكن بدون تنافسية وتؤثر حتى على مؤسسات في القطاع الخاص التي نريد أن ننهض به ونجعله ثلثي الاقتصاد الوطني والثلث الآخر للاقتصاد العمومي هذه الجدلية هل تستحضر؟ أكيد هي تستحضر باش نوضحوها بشكل أكبر وبشكل أوضح هو شنه الخطوة التالية احنا ده بدرنا واحد السياسة جديدة معالم ديالسياسة جديدة أحطينا الإطار شنه الخطوة الجديدة شنه غايد دار ده شنه اللي غايد دار هو أولا هاد السياسة يجب أن تعرض على اللجنة الاستشارية اللي نص عليها القانون ديال 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 خلق الوكالة الوطنية الستراتيجية اللي خصوية داول في شأنها واللي خص الوكالة أنها تأجرأها حيث هدو مبادئ عامة صحيح وتوجهات عامة خصوية تأجرأها منطلاقا من برامج منطلاقا من خطوات منطلاقا من إجراءات عاملية اللي ممكن علىها ترجع وتدير الحكومة من أجل المصادقة ومن أجل المجموعة من الأشياء باش تتقد دك القوة الإلزامية ديالها وطابع للإلزامي ديالها بتالي اليوم الكوراق هي في ملعب اليوم للمؤسسة أو للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمة ديال الدولة غير هو اللي بغي تنأكد عليه أنا وهو مسألة أساسية هو أن الإصلاح ديال هاد المرافق وديال هاد المؤسسات وديال هاد المقاولات العمومية أرى ماشي بمعزيل على باقي الإصلاحات باقي الإصلاحات الأخرى أرى ماشي اليوم غنجي وغنديروا واحد السياسة واحد التجاه بمعزيل على باقي القطاعات وباقي الإصلاحات الأخرى لأن الأساس اليوم إذا بغينا نحقه وحتى قدوم تنموي ولا بغينا أن نوصله إلى أهداف التنموي ديالنا أول شرط بالشروط هو التقاء ديال الإصلاحات هذا هو المسألة الأساسية لهذا أنا قبل من اللي تكلمت غير تفاعلا مع الأستاذ زكريا أنا من اللي تكلمت على هذه المعادلة ديال المرضوضية وهذه لأنه اليوم الدولة بالمنطق ديال الأكسيوناريا لنوفو موديل لنوفال كونسيبسيون اللي جاي هذا المنظور الجديد اللي جاي بالدولة ديال لتأكسيونار لتأكسيونار لليش كتبنا كتبنا على المرضوضية وكتبنا على النجاعة هذا شيء أساسي دون التنصل من الواجبات الأساسية اللي هي خدمات وأمور أخرى أكيد خدمات أنا ما كان لأننا عندنا تجاري متعددة في مؤسسات ومقاولات عمومية اللي فشلت اللي فشلت اللي فشلت نعطي أنا على سبيل متن ستحضر معك أنا لكو ماناف هي واحد المؤسسة اللي كان نقل البحري اللي فشلت وبالتالي اليوم لمنطق الجديد اللي جايبه اللي جايبه اليوم الحكومة من خلال ما قدمته والمرتكزات وملكة قلع القانون لإطار الإصلاح ديال المؤسسات والمقاولات العمومية تيبان بأن المرتكز الأساسي اللي كترتكز عليه هذا الإصلاح ومرتكز ديال المرضودية والنجاعة بشكل أساسي رسم أهداف وتحقيقها يكون عندك ذك شيء يكون عندك نجاعة وتوازون مالي تحدد سقف زمني تحدد الأهداف وترى النجاعة في نهاية المطار نحن لدينا مقاولات اليوم مع مقاولات ومؤسسات عمومية لدينا أدوار اجتماعية وهذه كل أدوار اجتماعية كي خليها تأدي تامن معين تامن ديال المتغيرات عادية لا بحل كمال ميتا اللي يذكر الأستاذ ديال ولكن هذا لا يمنع ولكن هذا لا يمنع أنه فيها موظفين موظفين أشباح مثلا ولا لا فيها سوء تصير مؤسسات عمومية أعلى فيها سوء تصير هذا شيء صعب بما كان تلقى في قطاع خاص عندنا مؤسسات نعطينا مؤسسات عمومية بدون ذكر أسماع اللي كان عندنا لجان ديل تقصي الحقائق في البرلمان كان عندنا لجان للمحاكمة كان عندنا وعلى المجموعة هذا شيء لا يمكن لنا اليوم الدولة جيبة مفهوم جديد ديل التدبير وديل التطوير وديل العمل ديل هذه المؤسسات والمقاولات العمومية اللي مبني بالأساس على النجعة لأنه وعلى شننجعة اليوم اليوم النجعة لأنه كنا عداد من الإصلاحات كنا عداد من توجهات الإصلاحات في الطاقة مثلا اليوم نحن عندنا انتقال طاقي هذا كان انتقال طاقي بغينا 52% في 2030 بتالي هذا غيخفض الكلفة غيخفض واحد مجموعة ملاشية وبتالي اليوم هذا التدبير اللي كان هو تدبير استشرافي اللي عنده التقائية مع إصلاحات متعددة واللي مبني أنا تنقول على المرضوضية وعلى النجعة وسيكون في كل هذا البرنامج الإصلاحي المورد البشري هو الركيز الأساسية من أجل إقلاع حقيقي لهذه المؤسسات والمقاولات العمومية دكتور زكريا المغرب نوعة في اقتصادها على مستوى النسيج الارتصاد الوطني ولا حتى على مستوى الشركات التي جاءت بمشاريع استراتيجية ضخمة ولقد ضربت مجموعة من الأمثلة من شركات رائدة لا نملك شركة في النفط مثلا عملاقة ولكن لدينا شركات أخرى في تخصصات أخرى ولجت مثلا السوق الأفريقية وأكدت جدارتها المجلس الوزاري حث على أن يكون هناك تكامل واندماج خاصة على مستوى القارة الأفريقية هل هذا يعتبر حافز للمقاولات العمومية والمؤسسات العمومية المغربية التي لديها لن تنطلق من الصفر كما قلت قبل قليل ولكن لديها قصص نجاح وبإمكانها أن تقتحم مجالات جديدة مع شركاء أفارقة في قارة توصف قارة القرن الـ 21 نعم التفق كثيرا وأنه إذا أردنا أن نلجأ الأسواق لا بد أن نلعب باللاعبين الذين هم يستطيعون أن يشجلوا الأهداف هذا منطق كرابي واضح وأظن بأن في الشركات العمومية وكذلك المؤسسات العمومية هناك لاعبين جيدين جدا ليس فقط على الصعيد الوطني ولكن كذلك على الصعيد الدولي ولكن قبل أن أعرج إلى هذا يجب أن أذكر بأمر مهم جدا وأن القانون المؤسس ولسه قانونيا القانون المؤسس للوكالة التي تعنى بتدبير مساهمة الدولة وأظن ربما هنا قانونيين يعني أكثر مني هي لم تعنى فقط إلا ب52 مؤسسة أو 56 مؤسسة تقريبا ليس غلطا الرقم يعني أنها لن تدبر كل مساهمة الدولة وهذا أمر مهم جدا يجب أن نقف عندها المساهمات التي ستدبر الوكالة هي تقريبا في حدود إذا أخذنا المساهمات المباشرة أو الغير مباشرة تقريبا 350 مساهم لا مساهم يعني في شركات سيظل هناك بعض المساهمات التي لن تستطيع الوكالة أن تدبرها بطريقة يعني مباشرة يعني عندما أنا أخذنا الأرقام ولكن هي أخذت تقريبا 56 مؤسسة بغير مباشرة 350 أو لا إذا خالفنا الرقم إذن نحن نتحدث عن هذه المؤسسات داخل هذه المؤسسات المؤسسات 56 أو 55 عندنا المؤسسات الرائدة في المغرب نتحدث على المكتب تشتري في الفصفات نتحدث على صندوق الإدعاء والتدبير نتحدث يعني نتحدث على المؤسسات ما يسمى بالجيغا أنستوشن يعني المؤسسات الكبرى بالنسبة للمغرب هذه المؤسسات ولذلك نجد أن من بين الخطوات استراتيجية تحدث عنها هي أنه ستساعدنا إلى الولوج الأسواق الخارجية الإفريقية الأوروبية والدولية عن طريق ماذا عن طريق استراتيجية قد وضعت أظن بأن اليوم أنا رأيي شخصي هذا ورأيي يعني كمتابع للموضوع أظن بأن عندنا سيكسستوري هي المكتب الشريف للفصفات إذا استطعنا أن نصد إلى نفس النموذج الذي وضعه في المكتب الشريف للفصفات أظن بأن سنصد إلى الأهداف التي ننتظرها من هذا ما يسمى بليط أكسيونار لماذا لأن اليوم المكتب الشريف للفصفات أولا طريقة الحوكمة هي طريقة جيدة جدا لماذا لأن الدولة هي متواجدة داخل ما يسمى بال مجلس الإدارة للمكتب الشريف للفصفات تجد وزارة المالية تجد كذلك وزارة خارجية تجد كذلك وزارة داخلية جميع الوزارات متواجدة داخل ما يسمى بال وهذا ماذا يعطي هذا يعطي الزخم الوطني وكذلك البعد استراتيجي خارج المغرب بالنسبة للمكتب الشريف للفصفات لذلك نجد بأن استراتيجية على السعيد الدولي الإفريقي استراتيجية الناجعة اليوم نحن متواجدون في ردة أصوار هل الوطن يدخل في مشاريع استراتيجية كمحطات تحلية المياه اليوم يوقع مع الشركات المواهب الكروية يعني أن الطريقة بالنسبة لي النموذج الحقيقي هو هذا النموذج النموذج الذي يبنى على حكامة جيدة لأنني قلت قبل قليل قلت بأن اليوم سوف نتحول إلى شركات مساهمة أو شركات من مجهولة الإسم هذا مهم جدا ولكن كيف سيتكون مجلس الإدارة كيف ستكون الحوكمة هذا هو الذي سيعطينا النجاعة اليوم المكتب الشريف والفصفات الذي نتحدث عنه هو يدير من قيمة أو ما يسمى برقم المعاملات أكثر من 131 مليار درين وهذا رقم جد مهم أنا لم أخذ القيمة المضافة أخذت رقم المعاملات لماذا؟ لأنه هو الذي يحاكي رقم المعاملات داخل الاقتصاد الوطني وخارجها المشروع الأخضر فقط بـ 13 مليار هذا استثمار على المدى المتوسط يعني إذا وصلنا إلى هذه الطريقة وهذا النموذج في بناء بالنسبة لـ 56 أو 55 شركة المتواجدة داخل نطاق الوكالة فهذا سيكون النموذج الأمتال تحتاجون لجزء ثاني شكرا لك دكتور بدرزال في قانون الأعمال والاقتصاد شكرا جزيلا لك دكتور زكريا فيران أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس وأيضا شكر موصول لك أستاذ علي الغنبوري رئيس مركز الاستشعار الاقتصادي والاجتماعي شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة لكم أجمل تحية انا مركز تومي للقاح